وسط السيول الجارفة والظلام الدامس الذي تعيشه عدن أعلن المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً حالة الطوارئ والإدارة الذاتية للجنوب في خطوة عدها مراقبون بمثابة إعلان وفاة عملية لاتفاق الرياض إعلان الانتقال الذي صدر من داخل دولة الإمارات قرر فرض حالة الطوارئ العامة وبدأ حالة الإدارة الذاتية في عدن ومناطق الجنوب وفوض الإعلان ما أسماه بالقوات العسكرية الجنوبية تنفيذ إجراءة الطوارئ ومنح لجنة الحكم الذات صلاحيات إدارة المرحلة القادمة الإعلان الذي لقي رفض غالبية محافظات الجنوب التي جددت ولاءها للشرعية اعتبرته الحكومة المعترف بها دولياً استمراراً للتمرد المسلح الذي تم في أغسطس من العام الماضي وقال وزير الخارجية محمد الحضرم في تغريدة له إن إعلان الانتقال يعد رفضاً صريحاً لاتفاق الرياض وهروباً من الفشل الذريع في إدارة عدن وكوارثها الأخيرة كان من اللافت أن المجلس الانتقال طالب السعودية بدعم تمرده على الشرعية بينما طالبتها الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة ضد تمرد الانتقال وهو ما يجعل الأنظار متجهة صوب السعودية التي لم يصدر منها حتى اللحظة أي موقف واضح رغم أن إعلان الطوارئ والإدارة الذاتية يعد بحسب محللين تمرداً ليس فقط على الشرعية بل أيضاً على الرياض وتحدياً لاتفاقهم الموقع في نوفمبر من العام الماضي